يعني حضرتك كنت يدفتنا واتكلمنا في الموضوع ده أكتر من مرة ولكن لغاية النهار ده في ناس مش فهمة أو فهمة خطأ موضوع الطلاق الشفوي لو ممكن حالكت الشحيلة إن في خلط بين الروحي وانت طالق في لحظة الغضب والطلاق الشفوي اللي هو ممكن واحد يعمله علشان يتهرب من مسؤولياته ناحية أولاده مثلاً أو ناحية الست اللي كان تجوزها أو إن هو عايز يعذبها وخلص يسيبها معلقة كده لا تعرف تكمل حياتها بعده ولا هي على زمته والأوحش لما هي أصلاً ما تبقاش عارفة إن هو طلاق فممكن حضرتك تشرح لنا يعني إيه الطلاق الشفوي وإيه مشاكله خلينا نقول أول إنه الزواج هو المساكة الغليز يعني عندما تحدث عنه رب العزة قال إنها المساكة الغليز وجعل عقدة النكاح وأيضاً الإبراء منه اللي هي الطلاق في يدوى الرجل ليه؟ عشان فكرة القوامة لكن مع ذلك يعني ما حش عن الست إنه ممكن يكون عندها حق تطليق نفسها منه إذا اتفق على ذلك فيه وصيقة الزواج تمام؟ طيب إحنا النهاردة منشوف حاجات عجيبة جداً ليه علاقة في فكرة أنت روحي وانت طالق دي خمسين ستين سبعين تساين مرة اللي هي تتنافى أصلاً مع الفكرة الأساسية بتاعة المساكة الغليز ولذلك طبعاً فيه عندنا مقاسي كتير جداً ليه علاقة زي ما قلت يا شارل الأولى إنه ممكن يكون حد بيتعامل بالقصة دي بمنطق الاستهانة إنه طول الوقت أي مشكلة أي تفاصيل حتى هو قاعد ما صاحبه على القهوة وقوله عليه الطلاق أيوة صحيح مثلاً يعني وكأنه إنه يعني ممكن يعني يكون وارد في حوار بالشكل ده على قهوة بينه وبين صاحبه أيوة دي من ناحية من ناحية تانية زي ما قلت الموضوع المتعالج بفكرة الكيدية والتعذيب وإسقاط الحقوق عن هذه الزوجة من أول الحقوق المترتبة على الطلاق المتمثلة في الحقوق الشرعية اللي هي المالية يعني وأيضاً حقها في ممارسة حياتها الطبيعية إنه في الآخر اللي هي قادرة تعيش مع الراجل هو جوزها ولا قادرة إن هي تشوف حياتها خلاص هي هتقعد بطولها مش عايزة ولا إن هي تختار حد تاني من حقها إن هي تكمل مع حياتها ولا إن هي تبقى عارفة أصلاً ممكن تبقى مش عارفة بالزبط بالزبط كده لا مش عارفة دي بقى اللي هي بتبقى رسمي خلينا نقول يعني فيه فرق بالتنين طلقها غيابي يعني مغير ما يتبقى بلا بالزبط بيطلقها غيابي وهنا برضو دي أزمة تانية وبرض اللي رد نكون فيها تصدي في الحل في الحقيقة يعني إحنا عندنا حالة من كم شهر الست مصرية بتفاجئ إن هي عايشة مع واحد بقى له ثلاث سنين مطلقها أصلاً يعني إنما جوه مختلف وقالت له طب خلاص ننفصل بالمعروف ومتطلق أهلاً إنش أصلاً متطلق من ثلاث سنين والنهاردة بتحكم بتهمة هتكال عارفة لأنه يعني عاش معاها وهي مش مراتة بالزبط كده وهمها كمان إن هي مراتة دي الأزمة الأكبر بس هو هنا طلقها من غير أي أوراق صح يا أستاذ مها؟ لا الحالة بتاعتها اللي هو طلقها اللي أنت يطلق لا يقلت تاسي لا دي مطلقها مسبت عشان كده بنقول برضو هنا إيه يا أستاذ الهدواء إن إحنا محتاجين الطلق يكون بوجود الزوج والزوجة هي تبقى عارفة ومده يحل لنا كمان مشاكل كتيرة جداً مترطبة أصلاً على الطلق يعني إحنا النهاردة لو زي ما إحنا الأول الزواج بيكون بوثيقة مكتوبة إذن الأصل في الموضوع هو الكتابة ما تثبوت بالكتابة وإنه الكتابة دي أم رباني ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالكتابة وأيضاً أم قانوني كمان طيب إذن إذا أثبت الزواج بالكتابة إحنا عايزين كمان الزواج يكون الطلق يكون بالكتابة ليه؟ لأنه هذا حفظاً للحقوق ليه أصلاً ما بقى الكتابة جيدة؟ يعني من بابه كده زمان أيام نبينا الكريم وأيام يعني قبل ما يكون الناس تقصرت وحاجات بالشكل ده ما كانش فيه أصلاً كتابة إمتى نشأت الكتابة؟ لما خربت الزمن بالضبط كده يعني الخانون بيقول كده تحديداً إذن إحنا بنكتب حفظاً للحقوق في كل أمور حياتنا فهما بالك فهما يتعلق بحق لصيق الشخصية والصلة بكل مواطن مصري وأيضاً بوحدة بناء المجتمع وهي البيت المصري بالتالي إحنا بنطالب بالكتابة في الطلاق عشان كده أولاً إنه ما يكونش فيه طلاق شفاوي وإنه الطلاق لا يقع إلا كتابة تحديداً كده شيخنا الأجلاء مختلفين حول هذا الأمر على إيه بقى؟ على إنه لأ مجرد إنه هو يقول أنت طالق إذن وقع الطلاق هنا والست بقى تقعد تلفح وإنه في ساعة 3-4-5-6 سنين تثبت إنه هل فيه طلاق تم أو اللي ما فيه طلاق لهم عندها الشعود ما تقدرش تثبت قدام الناس يقول أنت مراتي وبينها 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 لأ أنت محرمة علي وتعيش مأساة غير عادية طب لما الست دي تستنجد دينة كمجتمع أو تستنجد بشوخنا الأجلاء إذن هنا محط نظر التجديد الديني هو أصلا التجديد الديني والقانون المفروض بيتعمل عشان إصلاح مشاكل مجتمعية طب فيه مشكلة أكبر من دي ممكن يعني في الآخر بنقول الحفقة أولى أن يتبع ونست دي هي الأولى برعاية إذن إحنا محتاجين شكل شيخنا ينظم بس المجتمع وحياتنا يشوفوه ينظم حياتنا إنه زي ما زواجت بالكتابة أيضا الطلاق بالكتابة